نشر القيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لقاطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدم الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اتجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وذكر القيادة القوات المشتركة للتحالف أن الدفاعات السعودية دمر الطائرة المسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة نجران إلى جانب تدمير صاروخ الباليستي أطلق باتجاه مدينة جيزانة مشيرة إلى رصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية لميليشيات الإرهابية حيث عمدت قيادة القوات المشتركة إلى ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات لإحلال السلامة محذرة الحوثيين من التماد في الانتهاكات الجسيمة واستهداف المنشآت النفطية وكل أراضي المملكة